اشتركوا في القناة وضعية ملفاتهم وجاء في بيان نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني تدعو وكالة عدل المكتتبين الذين قاموا بدفع الشطر الأول أو الأشطر الأخرى ولم يتمكنوا من استكمال باقي الإجراءات للاستفادة من السكن إلى الولوج للموقع الإلكتروني للوكالة وتصفح الخانات المتعلقة بنتائج الطعون ونتائج المراقبة عبر البتاقية الوطنية وكذا خانت الإشعارات من أجل اتلاع على النتائج المتعلقة بدراسة ملفاتهم وذكر البيان بأن المكتتب ملزم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوكالة مرة واحدة في الشهر على الأقل وهذا تطبيقاً للقرار الوزاري والمؤرخ في 11 سبتمبر 2021 لاسيماً المادة اثنين منه المحددة لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفية ذلك ترجمة نانسي قنقر